السلام عليكم قامت شركة شاومي اليوم بتقديم هاتفها المتوسط الجديد في العلامة الفرعية الغنية عن التعريف الخاصة بها حيث أطلقت بوكو أمفور برو 5G الجديد بشكل رسمي في الخارج كما أعلنت عن كامل المواصفات وعن الأسعار الرسمية جدير بالذكر أن الهاتف يعتبر نسخة طبق الأصل من ريدمي نوت 11 النسخة الصينية قبل أن نبدأ لا تنسوا دعمنا بالاشتراك والإعجاب بالفيديو يأتي الهاتف بوزن 195 جرام وبأبعاد 163 في الارتفاع و75 في العرض و8 مليمتر في السمك خامات الهاتف من البلاستيك بالكامل دعم تركيب شريحتي 5G مع كارت ميمواري بحجم 1 تيرابايت شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.6 بوصة بضيقة 1080x2400 بيكسل وبجودة الفول HD بلاس مع كثافة البيكسلات 399 بيكسل لكل بوصة وبأبعاد عرض 20 على 9 وسطوة 450 شمعة ومعدل تحديث 90 هرتز طبقة حماية كورني غوريلا جلاس الجيل الثالث على الشاشة يأتي الهاتف بمعالج ميديا تاك دايمنستي 810 ثماني النوات الاثنين الأقوى من نوع كورتكس اي 76 بتردد 2 جيجا هرتز وضيقة تصنيع المعالج 6 نانومتر والمعالج الرسومي مالي جي 57 يأتي الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة شاومي MIUI 12.5 مساحة تخزين 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام أو 128 جيجا مع 6 جيجا رام الذاكرة الداخلية نوعها UFS 2.2 والرامات من نوع LPDDR4X كاميرا سيلفي واحدة تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.5 تدعم البانوراما وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080 ب30 إطار في الثانية كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 بمستشعر سامسونج GN1 الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 وهي Ultra Wide Angle للتصوير بزاوية واسعة 119 درجة الكاميرا تدعم فلاش لاد وتدعم الـ HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080 ب60 إطار في الثانية الهاتف يدعم منفذ السماعات 3.5 مم السماعات الخارجية في الهاتف تأتي سيريو الهاتف يدعم مستشعر NFC ويدعم أيضا مستشعر AR Blaster بصمة الإزبع موجودة على زر الباور مع دعم الفتح عن طريق التعرف على الوجه طارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات ويتم شحنها عن طريق منفذ يازبي تايب سي ألوان الهاتف الأصفر والأسود والأزرق تم تسعير هاتف Poco M4 Pro 5G الجديد في أوروبا بشكل رسمي للنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 230 يورو أما النسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام تم تسعيرها بسعر 250 يورو الهاتف هو النسخة العالمية من رادمي نوت 11 الصيني وهو بشكل عام لا يقدم مواصفات قوية للدرجة التي تجعلنا ننتظر في الأسواق فالمواصفات التي يقدمها متواطعة إلى حد كبير ويتميزه فقط بدعم شبكات الجيل الخامس